مرحبا بكم محمد طايل احنا كنا كنا في 2 فيديو ابل كده عن Parallel Class اول فيديو كلمنا فيه عن Invoke For Loop For Each اتكلمنا عن Invoke تقدر تكون Actions بطريقة Parallels اتكلمنا ان ال For Loop تقدر تستخدمها بطريقة Sequential أو Parallel For وانها مش Parallel For معنى ذلك ان انت تبقى شغال extra performance ان فيه حاجات فيها ويبقى الدنيا فيها افضل وال Parallel لو انت بتشتغل افضل مع Strings ومع Images كلمنا في الفيديو الثاني عن Parallel Loop State وان انا اقدر اعمل break او stop وانه break من السازن بالشياء نحن نوقف ال Parallel Loop و ال Stop بنقوله اسهول اتبا انا نوقف في الكلام الكلام الثاني انا ننضم ال Stop Loop وانه اعملنا FireAlt New Exception وانا فيه حاجة اسمه وده هنتكلم عليه باستفادة لما نجد نتحسح عنه Task As What BPL Task Parallel Rigor هننشرح باستفادة اكثر الكلام على Parallel Loop وانتبه في ال Parallel Loop تقدر تراجع result وده في الفيديو الثاني يكون اللي كلامنا بقلو ذاتي ده وتقدر تتكلم تشوف هو completed ولا لا او lost break iteration هو تكسر فين هو انت مصادم break option النهاردة هني اكلم الحاجة جديدة جدا اسمها Partitioner Class انت جالك مجموع من DataBase وجنب DataBase وسعى Minion Record هستعزمهم على شوية Partition وتقدر تستعدمهم من شوية Partition هستعزمهم على 10 Data Strangers فابتعسهم من Minion على 100000 ليس ان يكونوا كله Partition و عبران 100000 هستعزم المستقما ميصد اسمها create بديها والله ثلاثة بارامتر البرامتر الاولين هو include الرقم الذي يبدأ به 2 الرقم من ما هو هايكسكرود و هايكسكروده او سابق من نوركرد فهذا نحب دق من 0 لتسعمائة وتسعزين الف تسعزين و هاي حديرو range size لنا هايسكل الChunk يبعمر عن 100000 وهو برجاح اسمها Ardible Chunk Partitional تقبل ميبع في inter2 أو frommu2 لقول Partitional الان اجمب الكود نشوف, قبل ان اصابنا على الهواء أنا احذر موقع بشكل سيكون شريط نحن نكون في الهواء بسيكون شريط لوب عدية وهنا بسيكون شريط لوب عدية و هنا في الهواء بسيكون شريط لوب عدية اذا اعملت كنترول F5 في عمل المتابع تيمر بيعد مليسكن الاول انه خلد 360 مليسكنت هي الهواء و المثل الثاني يخلط 680 ms ليس صدر بارل 4 هنيد اخر المثل وهي البرل 4 اللي حين نشتر عليها وتعالى هنغير فيها شوية نشتر حقا معه Partitioner بعد ما امرت كده هو انا هنقوله هنا انا اصطدم بارل و Partitioner في نفسه Partitioner سوف تتكلم على Spring Builder جميل جدا و هنا حاجة اسمها VAR Part Equal Partitioner Partitioner وهو Load Create و انا في كذا انا هاخد ال overload انه يحدد لي اللي هو اللي احنا كنا نعليه from to range size هنه هنو من zero 10 مليون ذا اللي فوق الظبط ستصفار رغمت و هولو والله size بتاعي انا اعز ومية ألف يعني اعز تن الوامل و قام بالمية أبو بس هكذا فوق جميل او انا مليون طيب انا مليون انا مليون انا مليون انا مليون انا مليون طبعا نرى نجد دي نوعفنا عنها هي ترمسى اللي الطبل نحن نعليه الطبل نحن نعليه الطبل نحن نعليه طبعا عن order partitioner وطبعا عن I level في المفهود يكون عندي 10 tuples جميل جدا طيب هنور هنا for loop ونوالله I أقل equal range.item1 ده هو from وي أقل من range.item2 جميل جدا ونوالله text.appendline جميل نحن نطلب الاسسار , يبدو زجل.. نحن نطلب الاسسار . نحن نطلب الاسسار . التي تحقق اذا تعليم في الأساس اثر جسار . ثم نطلب الاسسار ، CW CW طبعا parts.count بلدون أنا أرافي تأكد موعمرهم نحن Chunks count equal parts count جميل جدا ونقرب المرضي ما بين الparallel وي الpartitioner و هنا الparallel .partitioner و وبكذا هقارن الparallel و هقارن الpartitioner الparallel الparallel خذ بـ 291 ميلي ساكن والpartitioner خذ بـ 275 ميلي ساكن لو قلنا هنا طبعا هنا 400000 400000 400000 200000 فكلام ذا كله اهم حاجة عندي باعت عشره الآن بران مالتاني هنحسن performance اكتر ممكن جميل جميل احنا هنا بس الجديد احنا نستخدمه ان احنا نستخدم الpartitions بدي جديدة وغاية data عايز تستخدمها على parts في النهاية انت بتدار تجرب كل حاجة وبتدار تشوف الاصلح هل انت هتستخدم والصدر 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 شكرا لوقتكم عن دعون أفراد شكرا لكم